طيب احنا بالمناسبة معنا على تليفون سبعالي الوزير السيد القصير وزير الزراعة المصري اهلا بحضرتك يا فندم اهلا ينسي بي ازاي الصحة كله تمام؟ صحة بيش كله سنة طيب والله يا فندم احنا كنا بنتكلم على الاجتماع النهاردة ويمكن انا وصفته يعني متواضعا بانه كان اجتماع حرب على الغلاء والجشع والمغالاة فيمكن فخامة الرئيس وجه بمسألة الحافز اللي يتحط على توريد سعر الاردب وفي هذه الحال الموضوع يأتي الى وزارتكم طب تسمح لي ان انا بس ابدأ يعني حاجة مقدمة كده طبعا يا فندم تشرفنا يا فندم اتنورنا عايز اقول ان شوية ثوابت كده يعني يعني الدولة المصرية دائما بتقوم باجراءات استباقية حلو لمواجهة الازمات على سبيل المثال مسألة البرنائل للصوامع المشروع القومي لبناء الصوامع ايوه الصوامع دي اللي بتستخدم في تخزين الامح ساعات تخزينية جودة عالية بتقلل نسبة الفاقد الصوامع دي لو جينا نشوف الساعات التخزينية في عام 2014 كانت كل الساعات التخزينية اللي عندنا حوالي واحد ونص مليون طن ايوه لما سيادة الرئيس اطلق بقى مشروع بناء الصوامع زودت الساعات التخزينية زي ما انت حضلك شايف بالقدرات اللي احنا بنتحدث عنها كانت 40 صومعة ووصلنا ال 75 لا غير كده بصومعات بكميات تخزينية وساعات تخزينية اعلى كمانا احنا وصلنا احنا وصلنا دلوقتي حوالي اكثر من 3-6-4 مليون طن تخيل لو لم نكن قمنا بهذا الاجراء مع ظل الظروف الحالية كنا نعمل ايه داني مرة واحد يعني معناها ان انت كان عندك تقدر تعمل احتياطي لتلات اسابيع او كذا انت بتعمل احتياطي دلوقتي الاربع شهور نتيجة ايه نتيجة عندك وجود الساعات التخزينية صح دي نمرة واحد نمرة اثنين مشروعات التوسع الافقي اللي قدت الى زيادة الرقع الزراعي عشان استخدمها في زراعة جانب كبير منها في مزرعة المحاصيل الاستراتيجية احنا السنة دي زدنا في المساحة المحصولية للامح اكثر من السنة فاتت حوالي 300 الف فدان يعني كنا المساحة دي جات منين المساحة دي هتقود الى زيادة المحصول وبالتالي عندنا مشاريع تكيرة ده نهيك بقى عن الزيادة المتوقعة في التوسع الافقي في المشروعات الكبيرة في السنوات القادمة دي نمرة نمرة تلاتة مسألة استنباط اصناف جديدة عالية الانتاجية بتؤدي الى زيادة الانتاجية نمرة اربعة كمان ان الدولة المصرية دائما بتشتغل على مجموعة من المحاور يعني لما تعتمد في استراض سلعة معينة ما بنعتمدش على سوق واحد بنعتمد على اكثر من سوق وبالتالي احنا عندنا مناشئ كتير معتمدة لتوريد الامح خمستاشر دولة خمستاشر دولة وبالتالي دائما اللي انا عايز اقوله ان الدولة المصرية دائما عندها محاور كتير لإدارة الازمات دين الموضوع التالي نرجع بقى الموضوع الساري زي ما شدك بتقول الدولة يعني لازم الناس يعني تبقى تقدر ما تقوم به الدولة المصرية وناخد مثال زي ما انت قلت كده استلعة متوفرة الاسعار يعني موجودة باسعار مناسبة الناس تبص لي فترة ازمة قرون لما الدولة قالت ان ما فيش زيادة في الاسعار وان ما فيش سلعة هتختفل من على الارفط حصل وبالتالي لابد ان يبقى حطين قدامنا تجارب الدولة المصرية وقدرة الدولة المصرية على ادارة الازم المشألة الامح سيادة الرئيس دائما برضو بينظر الى المزارع والفلاح وبالتالي كانت توجيه سيادته في الظلة وفي الظروف الاستثنائية ان يكون هناك حافظ اضافي على السعر المحدد للامح عشان يشجع الفلاح من يورد الكميات المحصول للدولة في هذه الفترة احنا بنتهدف في حدود خمسة ونصف الى ستة مليون طن هذا العام وبالتالي هناك تيسيرات كتيرة بخلاف الحافظ للاضافة اللي هيتم اعلانه في ضوء توجيهات سيادة الرئيس اكيد دولة رئيس مجلس الوضعاء هينقشوا مع المجموعة الوزرية وبالتالي يعلن السعر ان شاء الله قريبا قبل موسم الحصاد لكن هناك بقى مجموعة من التيسيرات الاخرى اللي هتساعد على التوريد زي زيادة نقاط البيع انها تبقى قريبة من المزارع والفلاح ان احنا نيفسر له عملية النقل والتحميل وزي معالي وزير التموين قالي مبارح ان احنا نتحمل تكلفة النقل والتعديد وخلافه ان احنا ندفع ثورا ثمن الامح في خلال بحض اقصى 48 ساعة دي كلها اجراءات بتساعد على ان احنا نورد لكن لابد برضو ان على الزملائنا الفلاحين والمزارعين انهم برضو ينظروا للمسئولية المجتمعية ان الناس تبدأ تورد الامح للدولة في هذا خاصة انها بتدي حافظ بتدي تيسيرات بتدي اجراءات محدث فلابد ان احنا نسعب طب دي نقطة مهمة يا فن ليه بقى لانه انا كنت لسه اسأل حضرتك فيه اظن بعض الفلاحين يعني دماغه تلعب فيقرر انه ما يوردش ويخزن عنده ويقول اصل ده استخدام شخصي بص بقى بص بص يسف بيه هو لابد ان احنا بنقول ان النجاح ويمكن دولة رئيس الوزراء سابق وقال قبل كده ان نجاح مسئولية الدولة والدولة هي نتعني الحكومة وتعني المجتمع المدني وتعني الشعب الامح اللي الدولة بتاخده ده بتعمل فيه ايه بترجعه تاني في شكل خبز مدعم للشعب صحيح يعني انا ماش باخده عشان تاجر فيه ده انا باخده عشان رجعه لك تاني في شكل رغيف الخبز بسقر مدعم مزبوط وبالتالي لابد ان احنا كلنا تحمل مسئل اللي يخزن ده بقى ماهو هياخد الخبز المدعم برضه دي نمرة واحد نمرة اتنين احنا هنطلع قرار اصلا معالي وزيد التمونة يطلع في الضوابط اجراءات ممنوع تداول ونقل الامح من مكان الى مكان الا لصوامع وجهات المسوقة الا بترخيص وبالتالي يحذر نقله وبيعه في خلال الفترة من ابريل الى حتى نهاية يولو مسلا يعني مش وارد مش وارد يا معالي الوزير انه مزارع ماه انا مش بتكلم هنا على الكل انا بقول هنا على اقل اقل القليل وارد انه يخزن عنده والتداول هيبقى داخل نطاق المركز بتاعه مش حتى المحافظة جوه المدينة لا هو النقل ممنوع والتداول ممنوع بس على الجانب الاخر بقى لابد ان يبقى فيه اجراءات برضو سلبية يعني اللي مش هيورد الامح احنا قابل بالقلولوش ما توردش الثلاثة طن كلهم ورد على الاقل اتنين طن اتنين طن من الله ربح لكن ما تخزنش الامح كله داني من الواحد نمر في اتنين اللي مش عايز يورد اللي مش هيورد اولا مش هديله بقى اسمدة مدعمة انا برضو لازم اخد في الاكبار لازم يبقى فيه مقابل طب ده برضو يا فندم لازم يبقى واضح قدام الفلاح يعني زي ما هو هياخد الحافظ اذا ورد لازم يبقى فاهم ان اللي مش هيورد مفترض مثلا ما ياخدش دعم على السمال ولا ياخد دعم على الكمال ولا ياخد دعم العيش نفسه يعني يتساحب منه كارت العيش اللي بيصرف بيه ده على سبيل المثال وقد توضع عليه غرامة ما ان احتفظ بالقمح ورفض توريده فلازم ازول نقول له عندك حد معين للاستخدام الشخصي وما زاد عن ذلك يتم توريده فورا للدول خاصة ان انت بتاخده بسعر محفظ خاصة ان انت بتقدمه كل التيسرات وبتشتري منه على الارض بتاعته خاصة ان انت بتديله قيمة في خلال 48 ساعة كحد اقصى برضه عايز اقول حاجة ان اللي يحتفظ بالقمح بتاعه فترة اكثر من اللازم ممكن الاسعار دي ما يلاقيهاش بعد نهاية الحظ يعني ممكن في شهر 8 الظروف تتحسن وظروف الازمة الروسية والموكرانية فنخفض وبالتالي السعر يرجع في اوقات كان الامح المستورد اقل من السعر الامح المستورد وبالتالي ممكن يبقى خسران فلابد ان هو يورد هياخد السعر هيستفيد بالحوافظ هيستفيد بالاليات السهلة هيستفيد بالاسمدة المدعمة لكن لو ما وردش الكمية المناسبة مش هياخد الاسمدة المدعمة هل يا فندم هيبقى فيه حاجة اقرأ مساحات الامح كلها على مستوى الجمهورية اسم الفلاح والمساحة بتاعته وموقعه هذي الكشوف كلفنا زملائنا في الزراعة يعدوا هذي الكشوف وهتسلم ليه المحافظات ووزارة التموين بقاس يتابع اللي ورد مع الكشوف دي في نهاية الموسم هنحصر بقى الكشوف اللي وردت الناس اللي وردت واللي موردوش اللي موردوش بقى هيبدأ نبص بقى علاقتهم بالاسمدة المدعمة ونطبق نفس الاجراءات اللي اتكلمنا عليها دي طب دا كلام اكتر من رائع اللي ورد ياخد الحافظ واللي موردش هتطبق عليه اجراءات اه طبعا طب الرئيس يعني وجه بسرعة الاعلان عن الحافظ علشان موسم الحصات بتاعنا هيبقى في ابريل ان شاء الله الحافظ هيعلن امتى فن اكيد دولة رئيس الوزراء احنا كنا بيعمل عمل اجتماعي اللي لاجنة الإدارة للأزمة ودوريا وعندنا اجتماع في مجلس الوزراء بكرة واكيد يعني فورا يعني ان شاء الله يعني يا مساهل الحال انا بشكرك جدا 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 انا معالي الوزير كل الشكر اللي معالي وزير الزراعة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شكرا جدا اظن يا جماعة المسألة مفهومة